تخيل أن نصف سكان حيك أو مدينتك أو حتى بلدك بأكمله قد موسحت قد يبدو هذا مشهداً من فيلم مرعب ولكنه حصل حقيقةً في القرن الرابع عشر خلال تفشي مرض عرف بالموت الأسود منتشراً من الصين وعبر آسيا وشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا دمر ذلك الوباء المهلك ما يصل لخمس سكان العالم قاتلاً تقريباً خمسين بالمئة من الأوروبيين في أربعة أعوام فقط من أكثر الأمور روعة وحيرة بشأن الموت الأسود هو أن المرض نفسه لم يكن ظاهرة جديدة بل كان ظاهرة قد أثرت في البشر لقرون تحليل الحمض النووي لنماذج عظام وأسنان من تلك الفترة بالإضافة لوباء قبله عرف بوباء جستنيان في سنة 541 ميلادية حيث كشف أن كلاهما قد حدثا بسبب اليرسينية الطاعونية وهي نفس الجرثوم التي تسبب الطاعون اليوم ما يعنيه هذا هو أن نفس المرض المسبب من نفس حامل المرض يمكنه أن يتصرف وينتشر بطرق جد مختلفة عبر التاريخ حتى قبل استخدام المضادات الحيوية قتلت أخطر الأوبئة الحديثة كالذي حصل في الهند بداية القرن العشرين أقل من 3% من السكان والحالات الحديثة من الوباء تميل أيضا إلى البقاء محلية أو للانتقال ببطء حيث تنتشر عبر براغيث الفئران أما الموت الأسود في العصور الوسطى الذي انتشر كالحريق فقد كان على الأغلب ينتقل من شخص لآخر مباشرة وبما أن المقارنات الجينية بين سلالات قديمة وجديدة من اليرسينية الطاعونية لم تكشف فارقا جينيا هاما فإن سبب خطورة التفشي السابق للمرض لا يكمن في الطفيلي بل في المضيف لحوالي 300 عام خلال العصور الوسطى أدى المناخ الأدفأ والتطورات الزراعية إلى انفجار في نمو السكان خلال أوروبا ولكن مع كثرة الأفواه التي تحتاج للطعام كانت نهاية هذه الفترة الدافئة عن كارثة فارتفاع معدلات الخصوبة بالإضافة لانخفاض المحاصيل كان يعني أن الأرض لم تعد تستطيع دعم سكانها بينما أبقت وفرة الأيد العامل المعاشات منخفضة بسبب ذلك عاش أغلب الأوروبيين في القرن الرابع عشر انخفاضا ثابتا في مستويات المعيشة والتي تجلت في المجاعات والفقر وسوء الصحة تاركة إياهم معرضين للإصابة وبالفعل فإن البقايا العظمية لضحايا الموت الأسود التي عثر عليها في لندن تدل على سوء تغذية وأمراض سابقة فالدمار الذي سببه الموت الأسود غير الإنسانية بطريقتين همتين على مستوى المجتمع أدت الخسارة السريعة للسكان لتغيرات هامة في حالة أوروبا الاقتصادية ومع تزايد وفرة الغذاء بالإضافة لأراض ومعاشات أفضل للمزارعين والعمال المتبقين بدأ الناس يتغذون أفضل ويعيشون أطول كما أوضحت دراسات لمقابر لندن عززت المستويات المعيشية الأعلى أيضا زيادة في الحراك الاجتماعي وقللت النظام الإقطاعي وأدت في النهاية لإصلاحات سياسية ولكن الوباء كان له أيضا أثر حيوي هام فالموت المفاجئ للكثيرين من أوهن وأضعف الناس خلف وراءه السكان بمستودع جيني مختلف جدا من ضمنها جينات ربما ساعدت الناجين على مقاومة المرض ولأن طفرات كهذه قد تمنح مناعات ضد العديد من مسببات الأمراض التي تعمل بشكل مشابه فإن الأبحاث لاكتشاف النتائج الجينية للموت الأسود يمكنها أن تكون مفيدة جدا اليوم قضي على خطر ظهور وباء بمستوى الموت الأسود وذلك بفضل المضادات الحيوية ولكن الطعون الدبلي يواصل قتل بضعة ألاف سنويا والظهور الحديث لسلالة مقاومة للأدوية تهدد بعودة عصور أظلم من المهم أن تعلم المزيد عن أسباب ونتائج الموت الأسود ليس فقط لفهم كيف شكل الماضي عالمنا بل لأن هذا قد يساعد أيضا في إنقاذنا من كابوس مشابه مستقبلا إذا كنت تستمتع بالتعرف على التاريخ اشترك في هذه القناة لأن دروس الأمس يمكن أن تساعدنا في مواجهة تحديات اليوم